هل بشكوا انو عندهن ولد بصدف الاول شخصيته قوية كتير ومحبوب فش اشي بقتر فيه للمذاكرة هو على حسب مزاجه بقرر وانت يذاكر وانا بجرب الام بتقوله لابه انو احفزه بس ولا ممكن يأثر فيه هادا انا بقولك مش مضبوط ليه لانو فش انسان فش انسان في الكون بترغبش الرغبة هي كتير بتساعد وبتستفز وبتثير الانسان انت فشلت انت فشلت في كيف ترغبي بانك مش ملاقي المكافأة اللي ممكن انها تستفزه وتثيره بدك تدوري على ايش اكتر ايش يهو بحب من مواهب من هوايات من حاجات حاببها في الوقت الحاضر تربطيها بايش بتربطيها بتربطيها بمش كل كلمة مذاكرة بتثيره بينما انا بدي اربط الساعة وبس تخلص الاملة بتدرسه انا بدي اناقلك كلمتين بس وبالاخر فيه لك مفاجأة المفاجأة مش مفروض فيها تكون مادية يعني اشتري مش مفروض كتير مرات الاطفال بتحب المفاجأات العطفية بنا نروحين بدي اعملك كزا بديك تفوت معي على المطبخ وتحضر انت بدك تنقي الرغبة المهم الرغبة تربطيها بمهمة وحدة بالمذاكرة كلمات انا بدي اسمعلك كلمات قراءة حلوة اذا فيش ولا غلطة بالقراءة اي محضرت لك مفاجأة الدراما منتبه كيف انا حكيت الدراما كتير ضروري بعد الدراما اهم اشي كمان يا سيدو انت لو تعرف بنص ساعة كان الاملة الكلمات القراءة الحساب وتمدحي المدح كتير بساعد وبستفز وبثير هذا المدح كمان ترغيب مشروط وكمان كتير مهم انك تعطيه بين المذاكرة والمذاكرة تنظيمها بانه لازم لما يخلص ترن الساعة الساعة كتير بتثيره انه خلص قبل ما ترن الساعة يا الله دراما انت ماما اقوى من ما كيف انا فكرت كنت افكر انك بدك عشرين دقيقة اعملتها بعشر دقائق منص الوقت هذا كله مع الدراما اللي انا عمالي بحكيها بالصوت وبالطريقة كتير بتحفزه وبعدين طبعا قوعك توعدي وما توفيش ولما بدك توعدي قوعدي باشي بتقدر تعملي اشي ما بتقدر تعملي له يا قوعك توعدي لانه بصير ما يصدقكيش ولا يستثار عشان هيك انت بتقولي ولا بستفزه ولا برغبه ولا بحفزه ولا اي مكافأة انت بعدك مش عارفة الطريقة المناسبة لكل ولد في طريقة مناسبة المهمة الاثارة بالرغبة والرغبة بالتدريج مع كل مذاكرة لوحدها مش كل المذاكرة مش كل لما تخلص دروسك بدك تقسميهن لما تخلص الكلمات لما تخلص الجداول لما تخلص كل مذاكرة بنوعها مع وقت محدد وما تنسوا اهم الشيء المدح والانشط الحركي اشتركوا في القناة